في الوقت الذي يتنقل فيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي مع عدد من الأعضاء بين العواصم الخليجية بحثا عن الوعود التي أطلقت قبل نقل السلطة تتواصل المظاهرات المطالبة بتوفير الخدمات هنا بالعاصمة المؤقتة عدن تبدو الأوضاع ساخنة للغاية إذ يواصل الشارع مطالباته بتوفير الكهرباء والوقود ففي مدينة كريتر التي يتواجد فيها مقر مجلس القيادة الرئاسي والحكومة تم إغلاق مداخلها ومنع حركة المرور من قبل المحتجين تزايدت خلال الأيام الأخيرة الاحتجاجات المنددة بغياب الكهرباء وارتفاع أسعار الوقود حيث وصل سعر صفيحة البنزين سعة عشرين لترا في المحطات التجارية التابعة للقطاع الخاص إلى ستة وعشرين ألف ريال وفق ما أقرته شركة النفط الحكومية وكان محتجون قد منع خروج ناقلات الوقود من ميناء الزيت في مديرية البريقة قبل أن يتم نشر قوات الدعم والإسناد الموالية لانتقالي التي نصبت حواجز أمنية في خط البريقة المؤدي إلى ميناء الزيت هذه التظاهرات بدأها بعض من أنصار المجلس الانتقالي الشريك في السلطة إذ ردد المحتجون عبارات ضد مجلس القيادة والحكومة في المكلة لا تختلف الأوضاع كثيرا عن عدن حيث تشهد حركة النقل الداخلية حالة من التوقف جراء إضراب نقابة النقل والمواصلات العامة احتجاجا على انقطاع الديزل المدعوم ما يجري في عدن احتقان شعبي ناجم عن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وترد الخدمات لكن المجلس الانتقالي يحاول استغلال الاحتقان واستثماره ضد مجلس الرئاسة والحكومة التي هو شريك فيها ترجمة نانسي قنقر